اشتركوا في القناة شرح لو كانتك او المشاهدة لا تنسى الاشتراك بالقناة تفعيل مع خاصية الجرس الرمادي ليصلك كل ما هو جديد شيء ثاني رابط التطبيق الذي تحتاجه هذا الذي يحول هاتفك الى هذا الشكل ايباكس برو يعني خاص باللانشر الذي تستعمل على هاتفك ايضا تقوم بتحميله اسفل الفيديو من الوصفة على موقع مستر نور المعلومات بعد ذلك وتثبيته يأتيك بهذه الطريقة البسيطة انظر ما هي جيدة الالة وتلاحظ يوجد هنا مجموعة من التطبيقات التي تكون على هاتفه ولكن لو نأتي هنا في الالة لنجرب كتابة مثل الواتساب لنرى هل يوجد الواتساب كما تلاحظ عندي هنا لا يوجد تطبيق الواتساب يوجد واتساب بيزنس طبعا ولكن الواتساب لا يوجد ولكن انا يوجد على هاتفي تطبيق الواتساب للحصول عليه انظر معي توجد ميزة مثل هذه تقوم بسحب هاتفك هكذا او تقوم برفعه الى الاعلى او يعني توجد ميزة اخرى سوف اعطيك اياها تدخل الى التطبيقات التي هي تكون محمية على هاتفك انظر معي واتساب واتساب انا قمت باخفائها لاخفائها هذه التطبيقات على هاتفك كل ما عليك فعله هو الدخول الى اعدادات التي تكون خاصة بالتطبيق تأتيك هكذا كما تلاحظ هنا ايباكس سيتيك او الاعدادات بدأ مباشرة توجد الامور التي تكون عليها امر الذي يهم كهايدينغ ابس ويوجد اسفلها يعني ابلوك يعني اذا اردت ايقاف التطبيقات او غلق على التطبيقات تقوم باستعمال كود ويقافها واذا اردت اخفائها مباشرة تضغط على الخيار الاول بعدها تختار الشكل النمط الذي يساعدك نحن للتجربة فقط وبعدها تضغط على هنا وتختار اي تطبيق على هاتفك مثل تجرب تطبيق الاول تعطيه الصلاحية من هنا وبعدها مباشرة تضغط هاتف يعني يقوم باخفائها مباشرة تأتيك التطبيقات المخفية هنا يوجد هنا في الاعدادات الاشياء التي سوف نتحدث عليها تضغط عليه خيار الاول تقوم بتفعيله خيار ثاني يعني توفينجر سويب اوب يعني تقوم بالسحب الى الاعلى سوف تحصل على تلك التطبيقات المخفية واذا رات سويب داون تقوم بالسحب الى الاسفل تحصل عليها او اذا لم تريد استعمال اي شيء تتركها في موقع انت تختار الاولى والثانية كما يساعدك العمر وبعدها مباشرة يعني شوئي ريزولتا يعني اذا رات تظهر ريموف فروم هوم سكرين تقوم بحث ذلك التطبيق من الشاشة الرئيسية تقوم بحث فيها مباشرة الان يعني كما تلاحظ هذه التطبيقات الان لو نعود ونقوم بالبحث عليها هنا لا تجدها لانك قمت باخفائها ولكن لتجربة تقوم بسحب هاتفك كما اخبرتكم هكذا او هكذا شيء الذي يساعدك انت اذا وضعت اثنين تضع اثنين هكذا الا تضع اثنين في الاعلى او تضغط مطول هنا في الوسط في وسط الشاشة يأتيك هنا اوبس او هايدين اوبس كما تلاحظ تضغط عليها وتضع الباتشور الخاص بك مباشرة سوف تجد تلك التطبيقات تضغط على اي واحد فيها لا تضغط على ان هايد يعني اذا ضغط على هذا الخيار سوف تقوم بإلغائها مثلا هكذا قمت بإلغائها وتركت الواتساب ولكن بضغط عليه من هنا سوف تذهب الى ذلك التطبيق كما لاحظ معنا هكذا وبعدها مباشرة تعود استعمال هاتفك عادي جدا كما رأى هكذا فقط سوف تحصل علينا يعني لم اصحب جيدا يعني ان يقوم بتصوير الشاشة ولهذا لا تحدث مع المشلية يعني لو انت استعملته هكذا او بغلق هاتفك وفتحي مرة اخرى وبعدها تختار الخيار الذي يعني رأيناه منذ قليل هكذا مباشرة سوف تظهر معنا هكذا انظر ما يأتي كل هنا التطبيقات او السعب في الاعلى يعني السحب الاعلى لتظهر معك تلك الخيارات وبعدها مباشرة أو إذا أردت استعمال خيال الذي أخبرتك عليه ضغط مطول هكذا وتحصل عليه من هذا الخيال هذا هو الشرح الذي أردت أن أشرحه معكم اليوم أتمنى أنه قد نال إعجابكم لو نال إعجابكم لا تنسوا أن أشرحه حتى تعمل فائدة وكما أخبرتكم في أول حلقة لا تنسوا الاشتراك بالقناة تفعيل مع خاصية الدرس الرمضي لأسلوك كل ما هو جديد أطيل عليكم أكثر من هذا أستودعكم في الذي لا تظلوده سوف نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا